برعب علىكم مرة تانية وما زلنا متابعين يعني كافة اللقاءات اللي حدثت من قبل القناة الأولى المصرية في جلسات الحوار الوطني وبنأكد أن فيه مشاركة زي ما قلنا مهمة جدا من كل الأحزاب لكل الجلسات اللي بتتم في هذا الحوار على مستوى المحاور الثلاثة للحوار المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي تعالوا نشوف لقاء مع عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ما هو رأيه في الحوار وماذا ناقش خلال جلساته الحوار منذ أطلقه الرئيس عفتاح السيسي وهو أصبح أمل وتخنجاه للمواطن البصير ويعول عليه آمال كثيرة ويجب على الحوار ألا يصدم المواطن في مخرجات فيجب أن يكون هناك مخرجات جيدة تلائم بطموحات الشعب المصري النهاردة كنا نتكلم في المحور السياسي وكان هناك محور محور سياسي ومحور حقوق الإنسان المحور السياسي كانوا بيكلم على الإنظام الانتخابي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وإذا مزبوط بالدستور فلا يجب أن يتقرب لأن من أساسيات الحوار الوطني عدم الاقتراب من الدستور غير مطروح للحوار ولكن يمكن إذا الصحات الانتخابية هتكون بالقائمة المطلقة 50% والفرد 50% ولكن يمكن التغيير في الدوائر الفردية وهذا تمثيل إيجابي لبعض الفئات المجتمع ويمكن يتد لفترة مؤقتة ليس بالبعيدة ويمكن تغيير الدستور في هذه المادة حتى يكون النظام القائمة النسبية إحنا كحسب واب بنقف دائما مع القائمة النسبية لأنها لا تهدر أي أصوات من الذين طرحوا بأصواتهم المحور الآخر ومحور حقوق الإنسان كان بيكلم على عدم التمييز وللعسف الشديد عدم التمييز النهاردة في المجتمع على مصر بقت ثقافة أسبابها الجهات التنفيذية امتدت إلى المجتمع ككل ونحن بنمارسها حتى في اليوميات العادية بتاعتنا من غير ما نحس إنه تمييز فنهاردة هناك تمييز في بعض الوظائف هناك تمييز في بعض الأجور فلازم يكون هناك حلول للنهاردة أن أنا أكون مهندس في شركة أو في وحدة محلية ومهندس في شركة البترول إحنا كنا مصريين وكلها إيرادات مصرية وكلها نادي القوم مصري في فرق كبير بنروات ده بيولد نوع من الحقد الاجتماعي وبيولد نوع من عدم الانتماء وبيولد نوع من القراهية إزاي نحن دولة عايزة تنمو وتقبر وتنطلق ووجود قراهية ووجود عدم انتماء ووجود غضيظة في الناس ده يؤدي إلى أهمال محدش هيقدر يشتغل بهذه الظروب عمرنا نتقدم وإحنا مجتمع مصبوق بصبغ التمييز